اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سو كويس بس هو كل ما في الامر ان اللحمة البلدي هي اللي بتبقى موجودة ايه احسن حاجة كل موجودة هي اللحمة البلدي انضف من سوداني وانضف من اي لحمة موجودة عندك تاني بنحاول بخد امكاني حيني وفارها للزبون ماشي حاجة من المزاري عندنا دي اسمها كوستلتايا وانتراكوت ماشي او ريبيو موقعه في الاجل تبقى في ظهر الاجل من وره نهوت ماشي انت بقى حواليه ما قولناها الديهن حواليه وبنطعم انها الفلتو للشاوي او الانتراكوت للستيك او الصنية اللحمة الضالي ده للشاوي هاو بيعملوه زي الاوزوميات تبقى اللحمة ده سم شوائع القنضف ما فيهم هو اللحمة الكندوز اللحمة بقرن صغير بينفع للخضار فيهم منه بفتكات اما اللحمة بيتلو ده اللحمة ايه لسه بيرضع ممنوع ادبحه اساسا يعني احنا هنا في مصر ما لو ادبحوا اللحمة بيتلو عشان صارح حيوانية دي حاجة الجامل ايه منفعشة للفارما ان هو في طبعه ناشف لحمة حمرة وناشفة فهاش دسمة حسب الجزائي بيطلع معاها لازم اعجيده اكون مصنق اقول لها اكون محضر اكياس ومحضر اكشنط سودا يحط فيها المواقع المتخلفات بتاعتها عشان بيلمقاش بالشارع للمطح تنريف الجراس والحاجة ديت ومنصيحه ان هو يكون واحد جايب واحد مقتص عشان يعلم يساعدوا اكتر من هو يعملوا في البيت هي اضربة واحدة هي اضربة واحدة يعني هو بينشاعد من ايدو كنوات على اللوزة بتاعت القروف بيجي يقلبو بابنت ثلاثة وبين اربع لوزة يعني فيها عاملة دا المجرة كده بيحط ايدو كده عليها بيشوف بيسمى بالرحمن وحدابح هي ضربة واحدة ولازم يشاعد بالله في بشارعي طاقتين اللحمة اللي يكونوا على النسيلة بتاعتها زي كده مسلا يعني ما يكونش دي كده فضح مقطعها على كده بالطول عشان هتشويه هتنشف معايا ونقاش بيها سوا لكن طب ما تدخلها بالطول كده بعرضها على نفس النسيلة ماشي ما تدخلش سوا معاك ما تدخلش وقت معاك والتجبيلة بتاعتها اللي عادي ما لقالي طاعتها تيرفي التجبيلة عشان تبصل نفسه او تجبيلة بتاعته نفسه بيطعم بحط اللحمة وبيطريها العاجل دي ما تدخلش دي كده الكستوليتاية اللي هو بيت الكلوة حسب ما اللي بيسموها ليه كده اسك وفيه نال بيتاكودها في ماء ريبيوة خدها بعض باب قطعها دي ماء عواليها برضه فوق منها هنا كده ماكسية في أرق في لتو اطرح حاجة في اللحمة كله ده بتاع الشاوي الشاوي نفسها لازم تتبل اللحمة بماءة البصل ملح فلسل البسيط وطورة دي ماءة البصل في التلاجة او في الفريزة ومنصح الناس هتطبلها وتحطها في الفريزة ويجيو تطلحها بتوعام التخميره لها وتخش سوى عالنار ويبقى طعمها احلى ما ايه اكتر خطأ؟ ايه اكتر خطأ شائع الناس بتوقع فيه في الشاوي الناس بتوقع فيه انها بتطع اي حاجة شاوي لك العامة اللحمة دي كولها شاوي حط بقى على الفحم بقى عادل ساعتين ثلاث ساعات مستودش خلاص دي كبير فرن لكن ايه الصحة بتاعتها نتقطع ترانشات اللي هو الكندوز او الاحما اللي هي الشامباريس دوير اللي هو الكندوز يتقطع ترانشات ويتخش على الجريل او على الشواية هي ديئة كده وديئة الناحة تانية ويبدأ ايه؟ يمشيها واحدة واحدة جمعة حتى مستودش شكرا 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 شكرا